اشتركوا في القناة اليوم سنتحدث في فقرة اولى فقرة اولى عن حالة جديدة ومؤشر جديد لحالة من التوحش في المجتمع التونسي بعد ان كانت الطالبة في الثمانينات وفي السبعينات وبعدها ايضا كانت تقول بانها تكون الطالبة تكون مفخرة لدوارها ومفخرة لحومتها والمدينتها والطالب ايضا اليوم الطالبة يتعرض للاعتداء بالعنف في المكان اللي يقرأوا فيه لبيت اللي هي المعهد التحضير للدراسات الهندسية بتونس احتجاجات الطلبة على خلفية عمليات اعتداء متوترة امام في النهج او في الشارع النهج الساحل حيث مقر هذه المؤسسة اللي من المفترض ان نفتخر ونبهي بها في فقرة ثانية سيكون معنا العميد عامر المعرزي عدة قضايا وطنية عندها علاقة بمهنة المحامات وبالاساس سنتطرق الى انطلاق احتفالات المحامات التونسية بذكرى مرور 120 سنة على نشأتها وايضا احرازها لجائزة نوبل السلام في الفقرة الاولى ورحب بضيوفي على يميني محمد الحمروني الصحفي اهلا وسهلا بك سي محمد مرحبا اهلا اماني بوسالمي وهي ممثلة طلبة للمعهد التحذيري للدراسات الهندسية بتونس مرحبا بك اماني نرحب زادة كذلك بالصادق العداري وهو طالب سنة اولى بنفس المعهد اهلا بك صادق عنا قبل ما نحكيه ربما او حتى نبدأ نحطكم في الصورة نحطكم المشاهدين في الصورة وبعدين عنا مقطع فيديو بش نعديوها عنده علاقة بالاحتجاجات ايشنو قاعد يصير صادق احنا كمعهد التحذير للدراسات الهندسية كل عام تصير حكاية البركاجات كل عام كل عام ومعروف من الوريونتاسيون ناخذ الوريونتاسيون احسن معهد التحذير ما هو المعهد التحذير للدراسات الهندسية بمانفلوري يقولون ما هو اقرأ مانفلوري به لا يرد بالكم البركاجات هو معهد به؟ معهد به لا يرد بالكم البركاجات ندخل اول عام كي دخلنا بصراحة مرين شيء البريود الأخرى جمعتين الاخرانين جمعتين الاخرانين بالذات بدنا نسمعوا انه فما طلبة قاعدين يتعرضوا البركاجات اوهما يكون تهز تليفونه اوهما يكون كذائه اوهما يكون كذائه احتياطاتنا احتياطاتنا مزل تلك الهواتف او مزل تليفونه او مزل تليفونه يستطيعون في هاتفين وأيضا جمعوا يحيطون جمعوا يخرجون حتى الفوية قريب قريب للافاك ويحيطون جمعوا يحيطون ويخرجون تكررت الاعتداءات وبالذات الاسبوعين الفريطين لا اصبوع الاول أقل شيء يصيروا ثلاثة اعتداءات اليوم ثلاثة اعتداءات فيه وفي واضحة النهار العشرة نصف النهار نعملنا احتجاج نهار ثلاثين. عملنا وقفة احتجاجين نهار ثلاثين. نحن نتحدث عن ماذا عملت. دعونا نحب الشخص والحالة. ماذا يحدث بالضبط؟ أمان. ماذا نوع الاعتداءات خاصة نحب تحكي عن الاعتداءات في المجمل وخاصة اللبنات؟ البلاسة هي دي جا معروفة من قبل اللي هي فيها برشة بركاجات. وحاس كيف ما قال زميلي. الناس الكل اللي معنا تتحذرنا من قبل من مشيوا البلاسة هذيك على البركاجات. اللي صار وانا نقر عندي ثلاثة سنين نقره في المعهد وكل عام نشوف قدام عيني البركاجات. اللي صار الفاترة الأخيرة انتوالت بطريقة انتونسيسر البركاجات كل يوم. دي جا فما اتوديونت نحب نحب نحكيها القصة هذي خاطر بالرسم من أكثر القصص اللي أثروا فيها. فما اتوديونت تعرضت لعملية بركاجة ونحاولها تليفون. توجهت المركز الأمن وهي في حالة صدمة. وتحب طلب حقها مش كون طلب حقها أبارم الأمن. الأمنيين عارضوها باستهزاء. قالوا لها نور مال مو انت تحمي نفسك ونور مال مو انت ترتبالك على روحك وعليش هذة تليفون. الحاجة هذية وطريقة التعامل الأمن مع طلبة مع تحذير دراسات الهندسية بطونس. وطلبة موفلرية بصفة عامة هو اللي أثار سختنا. وخلينا في مرحلة أولى دخلنا في احتجاجات وعملنا وقفة احتجاجية قدام الإدارة كما رحلة أولى. من ثم النقطة اللي قطر لفايدة الكاس واللي خليتنا نساعد أكثر في الحتجاجات بتاعنا. هو تعارض زميننا أحمد حمادة للطعن مرتين. طعن؟ بسكين؟ يتعارض للطعن مرتين بسكين قدام المعهد. طعن تين ولا تطعن مرتين؟ طعن تين. طعن تين. طعن تين. طعن تين. معه ثلاثة من القضاء. زميلエ طعن تين أصابه. عندما يأتي الثلاثة أخرين أكبر منهم ويتحمّيوا فيه يعطيوها ريحة بالرسمي يعطيوها في ضرر مبرح ومن ثم لما لقوا انه ما عنده حتى شاي تعنوه الطعنتين وخلاوها في البلاسة هذيك ومشيه وقت يشتار هذا؟ صار نهارة الخميس سبتمة على عشية الخميس الفات؟ ايه في اللهج الساحل لما سمعنا احنا بشي هدا مسكتناش ومشكورين زملائنا كل كالكسواب المعات التحديية الدراسيات الهندسية في تونس أو طلبة مونفلوري بصفة عامة تضامن معنا وانقطعنا عن الدروس وأعلننا إضرب مفتوح إلى حين أنه نلقاه الأمن لأنه ليس معقول نخبط البلد تقرى مع تحذير دراسات الهندسية في تونس نخبط البلد تقرى مع تحذير دراسات الأدبية والعلوم الإنسانية في الجورجيني نخبط البلد تقرى بالليكون نغمال البلاثة هكذا فيها طلبة نوعيين لا نحن نلقين حتى أمننا ونخاف على حياتنا كنا نحكيه على إصلاح منظوم التعليم العالي ونحكيه على إصلاح بيداغوجي وكنا نحكيه على حاجات أماخير طولينا أبسط الحاجات التي هي أمن لا تتوفر طلبة وانت خايف على حياتها لا تريد أن تقرأ نحن نعليش قصينا على القراءة إذا كان أنت مكش مقدر أنك توفر لي الأمن حتى أنا نمشي لأقرأ أنا قاعد أنا حتى تكري أنت توفر لي الأمن توجهنا توجهت أنا بسيفتي كممثلة طلبة مع مجموعة من المتضررين المنطقة الأمن سيد البشير كحركة أولى لنعبروا معناها قلنا أولاً لنشكيه لنشوفوا معناها تحل الموضوع نعم نعم فالرد كان أنه لا يوجد إفكتيف لنوفركم الدورية تحميكم قدام الفعل لا يوجد إفكتيف لا يوجد إفكتيف وإذا كان أنا بش نتخلي على إفكتيف معين ونقدمه لكم أنتم بش يحميكم أنا شكوم بش يخدم هنا وشكوم بش يخلصهم أنا أنا طالبة جاي نطلب في الأمن ليهو من أبسط حقوق كي تواجهنا للأمن وملقي نش حتى حل أضربنا إضراب مفتوح طلعنا في مسيرة للوزارة الداخلية حاول نعملنا كل شيء مشينا حتى طلبت أنا اجتماع مع رئيس جامعة تونس وقابلته وكان برسمي كالكسوال المدير المعهد التحديد درسية الهدسية أو رئيس الجامعة ورئيس الجامعة وكاتب العامة المعهد كانوا متضامنين معنا وأرسلوا مرسلات للوزارة الداخلية بلهجة حادة لأن الأمن هو نقطة حمراء وليس يأتيش طلبة وليس يخيفين على حياتهم يقرأوا إلا أنه هذا كله إلى حد البارح ما وصلنا لحتى شيء بلقي البارح صاروا اعتداءات على زوص طلبة بالضرب المبرح في نهج الساحل أمام المعهد مرة أخرى رغم التحركات في العشية في العشية في وقت المغادرة نتيحهم العادي من المعهد واضح محمد حمروني يعني الطالب كيف يتوجه يزمع بوليس ما هو يعمل بالضبط والأيوة عندي معتها سؤال بسيط نحن نفهم الصورة نعم مجهول الطالبين ينحيوهم حقيقة ونذكروا من خلالهم أياماتنا في الجامعة يعني هل لديكم تفسير خاص أنتم طلبة لسبب الارتفاع هل الارتفاع المفاجئ لوطيرة الاعتداءات يعني هل هو ظاهرة عامة لديكم تفسيرات خاصة لا أعلم علينا أن نرى نعم ربما لماذا هل هو ظاهرة كان ظاهرة عامة الفترة الأخيرة لماذا تطورت به لماذا تطورت به الارتفاع لماذا قبل كيف كانت البراكاجات كانت تصير بعبيد كبار صير بعبيد فوق 20 سنة فوق 18 سنة فوق 19 سنة الأخيرة الذي رأناهم أن العصابات هذومة متكونين من أطراف مجموعة صغيرة كيف سيئ أحمد حمادة الذي تعرض للضرب لماذا تطور الخمسة أفراد التي اعتدوا عليه لم يكن لهم كبار كانوا قصر أقل 18 سنة وقفوا في الثنية لديك شعور انهم شعور وحبوا وفرعوا ونزعوا ونزعوا تخزر الثلاثة ثلاثة ثلاثة يمكن أنهم هؤلاء يحبون خارجوا فأنا تسرعوا وهو لا أريد أنت لديكم تفسير على سبب ارتفاع لماذا ترتفع لماذا 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 الأفراد سنة وخمسة وخمساش عام وخمساش عام ويكونوا عيصاب بيت مع بعضهم يقول ليوا استقيتو لقوت متاح من وليو يأخذوهم الطالبة كل نهار يخرج عصباح يبراكي طالب ولازوز يوفر فلوسهم متاح باقيه اللا لوحد ما في ماش امن متوفر يكونوا يوقفوا يحطلوا حد يحطلوا حد حد حتى بالقانون قاصر ما تنجم تعملوا حد شيء أنا بناء علي حبنا نعطي بعض ملاحظات أولا سعى المنطقة التي يحكى له ربما برشتون سيتفرج فينا لكن أبنائتونا يعرفوها مليح هي الآن بمثابة مركب جامعي كبير يعني فيها مش مش بعيد عليها كلية الشريعة كلية العربة السانية كلية عفريل مش بعيد عليها برشة يعني الصحافة سابقا مش عارف شواليت كلية الشريعة كذلك سابقا مش عارف شواليت لانسات اللوطة شوية يعني مركب جامعي الضخم فيها عشرات المؤسسات الجامعية المشكلة بتاع هالمركبة ذاية أنه في الأطراف متاعه مش عارف انا اشتسمى الغربية بأعتقد يعني هو قريب من بعض الأحياء الصعبة جدا يعني هو فيه تماث يعني تفصلوا على بعض الأحياء الصعبة حبش نسمي أنا يعني احترم كذلك كل واحدة طريق 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 مجرد طريق يقطع الطريق يتقرحوا قدام الغنم خلاص يعني في منطقة حياء صعبة وتفصلها بينه وبين هالمركب الجامعي الكبير اللي يبدأ من الكلية متاع الزمناء اللي حاضرينها معنا اليوم وينتهي كما قلنا في كليت الشريعة ونفافرين طبعا يعني هذا التماس مع ارتفاع عناشة الجريمة مش يخلق يخلق اشكلته ولكن المفروض يعني نحنا مش عارفنا طوى مزال الأمن الجامعي نحنا في أواخر تجربتنا في الجامعة عجبونا الأمن الجامعي بشيراقبنا سكن مزال الأمن الجامعي خلي يحمي اليوم الطلبة وإذا كان مفهماش مفروض ان تقع حماية المؤسسات الجامعية اللي سير وليتقولوا فيه هو ختير ختير مش فقط لانه يمس يعني نخبة الطلبة متاع البلاد واللي من حقهم علينا وقت اللي يجيذوا ذيوف الشيقراء في تونس العاصمة يعني هم ضيوف عنا في العاصمة مفروض انه البلاد تحميهم وهذا واجب يعني اضافة انهم كما قلت هم نخبة البلاد ولكن هو المؤشر خطير لانه يؤشر على مسألة أكبر هي ارتفاع نسبة الجريمة في البلاد بشكل كبير حقيقة اليوم نحن أمام ارتفاع لهذه الظاهرة أنا يقول الارتفاع ولكن يريد أن أناسب لانه مهيش حالية جديدة ومهيش ظاهرة جديدة هي موجودة من قبل ولكن قاعدة تتعمق وقاعدة تتوسع وعلينا أن ننتبه إليها البعض يعني معتها هو الموضوع هذا ما تترحش لا ما تترحش ولكن في زوز في زوز مقاربات هذه المسألة إما أنه نعطيها حقها وبالتالي نوفر الأمن للمؤسسات هذه ونحميها ونبحث في حل لأسباب ارتفاع الجريمة بسيفة عامة في بلادنا نعم أو أنه لأنه اليوم ونحن نحكي هذي لأنه اليوم وقتلي نسمع نشوفه برشا نقاشات حول مثلا قانون المخدرات إحصائيات رسمية أنه نسبة كبيرة من حوادث الطرقات نعم ونسبة كبيرة من الجرائم اللي قاعدة تقع لها علاقة بالمخدرات وبالخمر يعني هذا في إحصائيات رسمية يعني اليوم يعني أنا أنتبهل أنه نحن اليوم هالقصة هذوما جزء كبير منها قاعد يشم في الكولة وقاعد يخو في بعض الأنواع المخدرات عنده علاقة الجريمة عنده علاقة بما يستهل يكون يا صادق قل لي المعهد المتعك هو بصفة خاصة مركز ولا متع بركاجات وعنف على طلبة ولا عندكم فكرة على بعض المؤسسات الجامعية أخرى في بقايا بعد عليكم تماشي نفس الحال سوف مخلاد برمس هذا أخبر مجاوب لأنه سابقا نتذكر وفما حادثة كبيرة وقعت كذلك بحض المركب الجامعي الكمبوس وفي النفق القنطرة اللي تمر من غاديك ووقعت معتها عديد البركاجات ومبعد وقع الانتباه لها وقع القابض على المسؤولين فهذه ممكن تكون خلينا شوفوا 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 المنصوب متع الجرائم ذوما وعطينا جغرافيا الخارطة تقريب سنترالي زي وين انتوما مركز مركز ولا موجود في بقايا أخر نحن بالذات مركز في المنطقة بالذات قدام الفاكولتين بضبط خاطر الفاكولتين فما الطريق الرئيسي وفففريل ونهج الساحل وكلهم هم شوارع الكبار وفما الانهج الضيقة والوحيط اللي ينجم حتى اللي يعمل في البركاجات وكل شيء يهربوا منهم حتى بشتنجل ميشدوهم صيب شوية انهم كان ميتحطوش عوان قرب بلزون هكيم هم شوية نجمو انهم مش يدوهم بشي بالنسبة الفاكولة الدخلت في إذاعة مزييك كلمها مسؤول من وزار الداخلية اشقالها البركاجات لا يوجد شيء جديد على دريس بالنسبة البركاجات التوى لا يوجد شيء جديد علينا ميشد ميشد تتوى بصفة كبيرة ياسر كبيرة ياسر معناها منطقة كمنتومة هي بامتياز هي المكان المناسب للبركاجات للطلب والعنف اكاكي الموقع 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 الكلية عنده دور في المسألة دي فابر موقع الكلية ربما اكاكي تقول محمد هل تعطينا نشوف هذا المقطع الفيديو المصور والمركب من طلب الناشتين يعطينا الصحة حبوا يعبروا على رفضهم لما يجري بحقه من الانتهاكات واعتداءات على الحرمة الجسدية امام الحرمة الجامعية حصرة على الحرمة الجامعية نشوف المقطع الفيديو ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة نكتفي بهذا القدر وبكثير من الخجل الكبير جدا بعد ان كانوا طلبة مفخرة ثقراء اغنياء كانوا مفخرة في اجيالهم في مدنهم في دوويرهم كانوا طلبة يخرجوا يقريهم معلمين اجيال اجيال تخرجوا على ايدي وعلى ايدي طلبة مش هوا مبشرة يقريهم في الارياف لكن اليوم الطلب هو مصيدة للزطال ومصيدة للشاب المنحرف المتسرب من المدرسة اصلا اليوم شعار جديد يدخل القاموس والمعجمة التونسي طبعا في زمن توحش المجتمع شي خوف مخاوف كبير جدا نحذر قبل الاستثمار وقبل اي شي شعار جديد اليوم الطالب ما يقراش الامن ما ثماش اماني يعني اليوم تحكي على حالة جديدة فعلا انا كالامي هذا الموضوع لم يطرح من قبل في انه هناك ظاهرة قوية وانه ثم طعن بالسكين للطلبة وشيء كل يوم قاعد يصير اليوم الى اي سقف ستذهب هذه الاحتياجات متعك بيقبل كل شي نجد سؤالك فيما يقص هل احتجاجات موجودة كان في منفلوري احتجاجات لم يوجودة في منفلوري وشيء الاحتجاجات الاعتداءات لا توجد في منفلوري في الرابطة إلى الكمبيوس الامتس في كل مريضة يجتمع فيها طلبة يحاول وعلى وضع لا التنمية بابا وعلى بالطب قام اليوم الاتحاد العم التونسي ل الفق بوقفة اصجر فيما فيما يخص مجموعة من مطالب مشاكل الطلبة بما فيهم الأمن الطلبة في مركب مونفلوري وفي الرابطة والوزير تعهد أنه بشيبعث مراسلة للوزير الداخلية فيما يخص الشي هذا لذلك أنا أحب نشكر زملائي في تحادل عم توصيل الطلبة على الوقتة اللي قاموا بها اليوم نحب زيدا نذكر غير الأمن نحن كطلبة نعانيو ككسوا في المبيتات نحن اليوم نعرف معاناة الطلبة برشا اليوم بالأساس لأنه تم حاجة ألرمونت برشا حمرة اليوم هذي حبينا نتكلم عن العنف هذي علي أن نقول أنت أباغ المشاكل اليومية التي نعانيو فيها تضافك 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 كلمة الختام صادق كلمة الختام وانتو بزيتنا مدلة جديدة لتضافك على عميد المحامين سي عامر المعرزي طبعا هذا العنف وعنده علاقة بالزطلة وبغيره وبغيره تفضل سياسيين وكلهم نحميهم ورئيس كيجيم التعدي الشرع هذيك الكل ما فيماش زنقه ميكون فيها عوار ما فيماش زنقه ميكون فيها عوار ما ينخبط شبابنا واللي مش يكونوا قادا هاراخر في تونس ما فيماش أمن فاهم وطقتلهم وطموحاتهم الكل تزمحلوا ومستقبلهم الكل يدمر عليه ملاحظات ترباء ما في ختام هذا المحور نحب ننسب شوية لأني الحديث عن توحش المجتمع يعني لازم نخوف الناس برشا وتولي الناس تخاف على الولادة حتى اللي باتن حظرها لكن كل حال ننبه إلى ارتفاع هذه الظاهر هذه النقطة الأولى النقطة الثانية رو الحديث على الأمن لا تصور شي لأمن عنده إمكانيات وليس حابب يستثمرها لأمن عنده اليوم كثير من التحديات عنده الإرهاب عنده الجريمة عنده كذا فربما نعذر إذا كان نمشي المنطقة ويقول لنه ما عنده إمكانيات المفروض لوزارة سلطة الأشراف توفر الإمكانيات للمنطقة النقطة الثالثة أن الجريمة مثل الإرهاب لا تعالج بالمعالجة الأمنية فقط لابد من معالجة شاملة نشوفوا هالأطفال الذوم الجانحين تاعة 14 و 15 سنة شنو يؤدي بهم إلى هذه الوضعية ثم نعالج الأمر كلمة أخيرة في المحورة ذاهة يبدو أن التوجيه إلى المعهد المتاعكم سيتطلب إضافة إلى البكالوريا والشروط العادية حوجة أخرى مع تركي في أحد الفنوم القتالية لكي تذهب إلى المعهد لا يمكنك أن يكونوا كويسة لكل أحد أعطيكم الصحة إن شاء الله تكونوا بلغت صوتكم ولو بشكل مقتضم على العموم هي صيحة أولى صيحة فزاع من قبل طلبة المعهد التحضيري لدراسات الهندسية بتونس إن شاء الله هذا لا يحبط عزائمكم ويجعلكم بالعكس متشبثين أكثر بسيرتكم وبمسيرتكم الجامعية كل توفيق لكم وكل تضامن معكم ومازلنا مواصلين في هذا الموضوع إن شاء الله لنا عودة سواء بخصوص هذا العنف اللي إن شاء الله ينتهي أو كذلك أي ملفات أخرى شائكة عندها علاقة بالحياة الجامعية متاعك شكرا لك أماني بوسال من موثلة الطلبة للمعهد التحضيري لدراسات الهندسية بتونس وأيضا الشكر لك صادق العذائي لطالب سنأولى بنفس المعهد شكرا لكم